اهلا بكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من المشهد تأتيكم عبر قناة المغربية في لندن اعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عن نتاج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية وقد حصل حزب الانصاف الحاكم على اغلبية الاصوات مهيمنا بذلك على معظم الدوائر البلدية والجهوية ومعظم مقاعد البرلمان جاء هذا في ظل تشكيك مستمر من المعارضة في نزاهتها وشفافيتها للانتخابات نظرا للخروقات التي قالت المعارضة انها رصدتها اثناء الانتخابات وخلال اعلان النتائج وقد دفعها ذلك للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها ككل محذرة من ان تتحول الازمة التي وصفتها حاليا بالانتخابية الى ازمة سياسية لا تحمد عقبها ونظمت الانتخابات في اثنين وستين دائرة برلمانية وثلاث عشرة دائرة جهوية ومائتين وثمانية وثلاثين دائرة بلدية بمشاركة خمسة وعشرين حزبا سياسيا اشتركوا في القناة هذا الموضوع معي من بيرمنغام هنا في بريطانيا الصحفي الموريطاني الأستاذ سلطان ولد البان ورحبك أستاذ سلطان وأشكرك شكرا جزيلا على قبول الدعوة والمشاركة معنا إذن انتهت هذه الانتخابات الثلاثية الأبعاد انصحت العبارة بانتصار متوقع للحزب الحاكم حزب الرئيس حزب الانصاف بداية ما تعليقك على ما قيل على الأقل من أنها انتخابات شابهة كثير من الخروقات فيما يتعلق بالانتخابات وبكذلك النتائج شكرا جزيلا لك أستاذ سامير شكرا لك على الاستضافة طبعا هذه الانتخابات جاءت بعد اتفاق لأول مرة بين الأحزاب السياسية التي ظلت دهورا معارضة ومجابية للأنظمة المتعاقبة في موريتانيا وكانت هناك الطيف السياسي بشكل عام والشعب الموريتاني يضع لها حسابا كثيرا من ناحية التغيير وغير ذلك وبما ينشده الداعمون للحزب الحاكم وللغزواني في المقام الأول طبعا شاركت الأحزاب السياسية على نطاق واسع لم تذكر هناك أي مقاطعة كما حدث في السابق 25 حزب كما ذكرت سامير في المقدمة شاركت بتناوز جلست على طاولة مستديرة وناقشت حيثيات هذه الانتخابات واتفقت على بنودها واتفقت على خطوتها القانونية العريضة وتشكيل لجنتها المستقلة الذي حصل بعد ذلك هو أنه تم حسب ما قدمته هذه النتائج وحسب ثلاث أيام من الانتظار لهذه الانتخابات ولعملية الفرص هناك تعقيدات كثيرة حصلت على مستوى عملية الاقتراع وكذلك ظهور لعدد كبير من البطاغات اللاغية وصلت لعدد ثلاثمائة ألف بطاغة لاغية كما أنه ظهور عملية الاقتراع اللوجستية بوسائل بداية ستائر بداية يمكن أن تكونوا قد شاهدتم طريقة تصويت رئيس الجمهورية الذي يمثل الواجهة ويمثل الانطلاق الرسمي لعملية الاقتراع ويمغي أن يخرج وأن يقدم عملية الإدلاء بصوته بطريقة حضارية بطريقة محترمة لا أن يكون من تحت ستار كما شاهدنا وانتقده الكثير من المنتقدون والمشكلون على وسائط الاتصال وحتى على بعض المواقع إضافة إلى أن الدولة خصصت مبلغ كبير جدا ثمانية نتحدث عن ثمانية مليار أوقية فقط لتحسين العملية اللوجستية ولتكون مرنة جدا وأحسن بكثير من الانتخابات السابقة مما يعزز مسألة المشاركة ابقى معي سلطان أعود إليك بعد قليل من وقت شوت ينضم إلينا الرئيس حركة كفانة المعارضة يعقوب أحمد المرافض مرحبا بك أستاذ يعقوب أشكرك على التحق بناء أنتم كحركة معارضة تشككون في هذه الانتخابات في نتائج الانتخابات بل المعارضة الشفاء عامة تدعو إلى إعادة كل الانتخابات خاصة التشريعية ما هي الحيفيات والدلائل التي بنيتم عليها هذا الموقف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله شكرا على إتاحة الفرصة ما تحدثنا عنه نحن في حركة كفانة حول الخروقات التي شابت العملية الانتخابية أعتقد أننا وضحنا الكثير من الخروقات وتحدث ما نتحدث عنه اليوم في موريتانيا هي ليست خروقات فقط وإنما هي عملية تزوير شاملة في كل أبعاد هذه العملية الانتخابية هذه عملية التزوير بدأت في البداية بالتسجيل بعملية التسجيل إضافة لعملية البصمة وما صاحبها من عملية التزوير ويشهد عليها كل طيف السياسي وكل الموريتانيين إضافة لمرحلة التحضير والتصوير أنا أعتقد أن الخروقات من الناحية العملية التي تم توثيقها تبطل العملية شكلا ومضمونا لذلك المطالب اليوم تتوجه نحو الشارع الموريتاني ونحو التحرك بشكل طيب يعقوب هل هذه التجاوزات مؤثقة ومؤكدة بالأدلة نعم كل الخروقات تم توثيقها عملية التزوير موثقة على جميع الاتجاهات وعلى كل الأصعيد نحن في حركة كفانا مع حلفائنا في ساحة نتقدم لأننا نحضر اليوم ملفا مكتملا للطعن أمام المجلس الدستوري لكننا لا نعول على ذلك كثيرا نظرا للتبعية المجلسي للسلطة التنفيذية ما تم هو انقلاب صريح وتراجع على الشرعية وتراجع تطير للديمقراطية في موريتاني طيب يعقوب يعقوب عذرا على المقاطعة يعني لما نقرأ النتائج طبعا مشاركة مهمة يعني أكثر من 70% من الموريتانيين شاركوا وإن كان طبعا عدد كبير من الأصوات الأوراق ألغيت كما أشار سلطان قبل قليل لكن النتائج تقول على الأقل أن الإنصاف الحزب الحاكم حصل على 80 مقعد الأحزاب القريبة من حزب إنصاف 36 مقعد والمعارضة كلها مجتمعة حصلت على 24 مقعد تقريبا هذه النتائج التي أعلنت دون أن يخفي المسؤول على الهيئة المستقلة للانتخابات ملاحظاته بوقوع بعض التجاوزات أنتم أنتم ما الذي تقدمونه من أرقام معارضة لهذه الأرقام يعني حينما يقول أن 24 فقط مقعد المعارضة كم هي بالنسبة إليكم في الأصل بدون تزوير كما تقول أريد أن أوضح شيئا في هذه العملية ما تم إلى حد الساعة هو مرحلة تغول جديدة تم التحكم فيها عن طريقة التزوير من أجل سيطرة الحزب الحاكم والأحزاب الموالية له نعم من أجل سيطرة حزب الإنصاف والأحزاب الموالية له ما يتم الحديث عنه اليوم هو عن معارضة أو موالات ما تم إلى حد الساعة في هذه العملية الانتخابية وتقسيم محدد على مقاس السلطة السلطة هي من حددت عدد مقاعد الأحزاب الحاكمة وعدد مقاعد المعارضة وأعتقد أن المعارضة الجادة تراجعت بشكل كبير رغم أنها مسؤولة عن العملية المعارضة شاركت في هذه العملية الانقلابية لأن لديها ممثلين في تشكيل لجنة الانتخابات لا أستطيع أن أقول لجنة المستقلة نتيجة لعدم استقلاليتها لكنني أريد أن أنبه إلى شيء مهم وهو أن المعارضة شريكة في هذا الشرم شريكة في هذا الانقلاب تم اليوم على الديمقراطية في موريتانيا وتزوير عمليتها الانتخابية بعد أن تم تزوير التعليم والصحة والمواد الغذائية والشهادات وكل شيء في هذه الأرض أصبح مزوراً الأخير تبقى من التزوير وعملية الانتخابات وتم تزويرها والبطش فيها بشكل فج وفضيع هذه العملية أنا أريد أن أؤكد أنا أريد أن أؤكد شيئاً أن الخرقات وما تم توذيقه مرتبط بالشكل والمضمون مرتبط بأجال العملية مرتبط بالمحاضر مرتبط بالشيبية سأعود للحديث عن هذه النقطة دعني أسأل سلطان دعني أسأل ابقى معي يعقوب مسكوراً سلطان يعني برأيك هذا الاعتراض الكبير من أحزاب المعارضة هناك مهرجان يوم الخميس أو ندو الصحفية للإعلان عن هذه المعارضة وهناك خطوات كما شارع يعقوب حتى قانونية المجلس السوري وغيره مع أنهم يتوقعون عدم الاستجابة طيب الآن هذه النتائج المطالبة بإلغائها هل هناك إمكانية فعلاً لأن تراجع السلطة هذه النتائج وبالتالي تستجيب لمطالب المعارضة حتى تبقى المسألة خلافية حول النتائج الانتخابات ولا تتحول إلى أزمة سياسية في البلاد كما حذرت من ذلك المعارضة أرحب في البداية بضيفك من نوكشوت رئيس حركت كفانا يعقوب أحمد المرابط أنا لا أعتقد في تصوري لا أعتقد ذلك لأن المعارضة فقدت قيمتها في الشارع الموريتاني وظهرت هناك معارضة جديدة حسب المعطيات الحالية بإشارة إلى قراءة الأرقام أو قراءة التزوير الذي تحدث عنه ضيفك هو يمكن أن نقرأ في جملة من الاختلالات رافقة عملية الاقتراع منها تأخر النتائج النتائج تأخرت بشكل كبير جدا تسعة أيام نعم دانيا مسألة التقسيط لم تأتي نتائج جملة واحدة بل أتت بتقطير وبجزئية جزئية إضافة إلى ذلك ظهور بعض المكاتب بعض المكاتب يظهر عدد المصوتون أكثر بكثير من عدد المسجلين حتى في الدواء مسألة التهجير وهذه مسألة خطيرة جدا وأنا بتصوري أعتقد أنها هي الطريقة التي ربما غيرت موازين العملية السياسية بالنظر إلى واقع تنبيل بعض الأحزاب السياسية نتحدث عن تواصل نتحدث عن حزب تكتل هذه الحزبين كان لهم دور بارس في المشاهد السياسية السابقة اليوم سحب من تحتهم البساط بشكل يلك أحدهم بالكاد حتى حصل على خمسة أصوات تهجير لعملية المواطن وهذه من الشروط التي اتفقوا عليها أنه عدم المساس بالخارطة الجغرافية للناخب ضف إلى ذلك غياب مسألة هيئة للرصد والرقابة كان فقط رقابة منحصرة حول الأطراف الحزبية الممثلة في المكاتب والتي لا تملك صفة قانونية وبإمكان رئيس المكتب للجنة المستقلة الانتخابات أن يضردها كما فعل في أكثر من مناسبة تأخير والمسألة الأخرى البجة تأخير بعض المكاتب في نواكشوت بعد انطلاق مسألة الاقتراع بأربع ساعات لم تفتح أبوابها للناخبين تدخل ميداني مباشر للمسؤولين الإداريين الحكام نزول وزراء للشارع بعضهم حتى تحدث بلون شعري مثل وزير التوجيه الإسلامي الذي كان يهلهل على فوز حزب الإنصاف بمقاطعة عرفات التي كانت مستعصية لفترات طويلة اجتياح كبير لحزب الإنصاف في أنواكشوت فازا بتسع بلديان الانقسام أو التآكل الداخلي أنا سميته بنقص المناعة الذي المصاب به حزب الإنصاف حيث تتآكل بعض أطرافه السياسية أحدث تغيير جديد والمعارضة فقدت إمكانية ما لوحت به من ناحية التقاضي على البعد القانوني لأنها مستسلمة شيئا ما على طول مسارها وعلى طول ممارستها للعملية السياسية نتحدد عن حزب التواصل تقريبا في المرتبة الثانية الذي يعتبر الحزب المعارض الأبرز كان راكنا لمائدة غزواني كان تراجع بشكل كبير فقد كثير من مقاعد طرد من العرفات ومن التجنين هذين معقلين تقليديين لهما كان مستعصيان جدا على العبد العزيز من قبل وعلى كل الأنظمة منذ ظهور حزب التواصل هذا التغير الذي حدث الآن ربما يضعنا أمام مسألة جديدة وحزاب سياسية جديدة معطيات متغيرة نتحدث عن حزب مثلا إيداب الذي انتقل من مسألة الشمال من سكان الضفة إلى الشرق الموريتاني والآن ينافس في تسع دواير انتخابية هناك أعزاب ما أريد أن أصل إليه سمير أن هناك عزاب سياسية جديدة غير التي نعرف وانا امتقد بشكل كبير حتى صورة المعارضة لأنها هي لا تمارس مسألة الديمقراطية في هيكلها لم تغير الوجوه التي كانت موجوها قديما نعم 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 يعقوب فيما فيما يتعلق بأنت ممثل لحركة معارضة وممثل كذلك للشباب حضوظ الشباب في هذه الانتخابات كيف كانت لا نحن شاركنا انطلاقا من المعطيات على الأقل لم نكن نتوقع لدينا مواقفنا المعارضة ولدينا مواقف واضحة من النظام وخضنا معركة طويلة في مواجهة النظام ميدانيا وعمليا وحاولنا أن نشكل في حركة كيف شاب معارضة وطنية جاد خلال الفترة العشرية الماضية وحتى فترة النظام الحاكم دخلنا الانتخابات وليست لدينا أي إمكانيات مادية نحن ممنوعين من الترخيص تمت محاصرتنا ماديا حملتنا لم يتبرع إليها أي رجل أعمال في موريتانيا كان هناك حصارا قويا لكننا كنا نتوقع مستوى معين من الشفافية ما تم بالفعل هو تقسيم هذه المقاعد المخصصة للشباب على أبناء النافذين والمحيط المقرب من السلطة ودوائر القرار سواء للنسبة لرئيس الجمهورية أو وزير الداخلية أو غيرهما من النافذين الذين هم النتائج كانت توجد بشكل أولي لدى وزارة الداخلية قبل أن توجد لدى المستقل الاتخابات ولذلك خضنا هذه المعركة ورغم وتم تزويرها وتمت مصادرة إرادة الناخبين ومع ذلك حتى الساعة يعترفون بـ 25 ألف صوت للائحة الوطنية للشباب التي كنت أقودها عن حركة كبانا هذه وضعية لكن هناك أخرى المعركة اليوم ليست معركة لوائح ولا معركة شباب ولا معركة معارضة ولا معركة موالاة وإنما هي معركة ديمقراطية البلد نحن نتراجع خطوات نتراجع بشكل خطير إلى الوراء ما تم لم تستطع الأنظمة الدكتاتورية فعله خلال المراحل الماضية نحن تجاوزنا مرحلة الحزب الجمهوري ومرحلة الحزب الاتحاد ملاجئة الجمهورية في فترة نظام محمد عبد العزيز تجاوزنا ذلك وعدنا إلى المربع الأول عدنا إلى مربع الحزب الجمهوري حيث رئيس اللجنة الحالية للانتخابات هو وزير الداخلية التي زور كل الانتخابات في عشرين حكم نظامه لطايا هذا الرجل متخصص بشكل فعلي في عملية تزوير الانتخابات وهذا يتحدث عنه الشارع الموريتاني ويتحدثون عنه جميعا لكن المعارضة المعارضة كانت شريكة في هذا العمل في هذا العمل ومع ذلك كيف كيف كررتها مرتين يعقوب كررتها مرتين المعارضة شريكة كيف كانت شريكة يعني المعارضة شريكة لأن المسلسل بصفة عامة بدأ بالحوار مع وزارة الداخل وتم وضع الآجال وتحديدها ووضع الشروط والإمكانيات إلى غير ذلك ويوجد إلى حد الساعة ممثلين عن أحزاب المعارضة داخل هذه اللجنة التي أقامت بهذا الجرم الشنيع ومع ذلك الأحزاب المعارضة لم تسحب ممثلها داخل اللجنة إلى حد الساعة ذلك مستويات من الاحتجاجات رغم أننا نحاول اليوم أن نعيد تقاربا من نوع ما مع الأطراف المعارضة ومع جميع الطيف المعارض من أجل مواجهة هذه الحالة التي نتفق على خطورتها محاضرا ومستقبلا بالنسبة لديمقراطية البلد طيب نريد أن أنبهها إلى مسألة نريد أن أنبهها من خلال من باركم إلى مسألة مغاية في الخطورة أن كل الاهتزازات كل الاهتزازات التي وقعت في العالم العربي وقعت حتى في بعض الدول الإفريقية كان سببها هو هذا الإنحناء هو تغول الأحزاب الحاكمة على كل نتائج السياسية عن طريق تزوير الانتقابات وعن طريق النفوذ وعن طريق المال السياسي وهذا ما تم بالضبط في هذه الحالة الملتانية نحن اليوم ما نخشاه ونقف أمامه بشكل صريح وواضح هو أن نتوجه بالبلد إلى أزمة سياسية وهذا يولد هذه عملية الانتقابات إذا استمرت أعتقد أنها ستولد تفاقما خطيرا في أزمة سياسية قد لا تحمد عقبها على مستوى الاستقرار الداخلي دعني أسأل تحديدا في هذه النقطة يعقوب دعني أعود هذه النقطة لا نريد مطالبنا تتركز في إعادة الانتقابات من أجل قطع الطريق على الانقلابات العسكرية نحن لا نريد أن نعود إلى تلك المربعات وأن يقع الانسداد السياسي ولن تكون هنالك سوى تدخلات نحن لا نريد تدخل أجلبيا ولا نريد العودة إلى مربع الانقلابات نريد بناء الدولة المدنية ودولة القانون وأن تكون حفاظ على ما تم من تجربة دمقراطية في الموريطان سلطان يعني يعقوب يحذر من مخاطر كثيرة قد تدخل فيها البلاد نتيجة عدم يعادة هذه الانتخابات وعدم الاستماع إلى مطالبهم ما هي هذه المخاطر برأيك يتحذر عن أزمة سياسية بل وصل إلى الإشارة إلى رفض التدخل للعسكر للنقابات العسكرية في إشارة إلى أنه سابقا موريطانيا وقع فيها مرات عدة مثل هذا التدخل من المؤسسة العسكرية محق جدا في هذه النقطة وأنا أتفق مع تماما لأنه ليس فقط الأمثلة التي ضربها على مستوى الخارطة الإفريقية بل حتى في الولياء المتحدة الأمريكية تتذكرون صار ترامب المجلس الكابتون الكابتون تماما في دولة مثل موريطانيا في وضع جيوسياسي ساخن هناك تهديدات باقنا حوادث نشد هذا الأسبوع في الشرق الموريطاني لوح بذلك المواطنين الموجودين حتى الآن خلال الانتخابات وحاصروا وخرجوا في فتقة في عد البقر في فصالة كل هذه المواطيات إضافة إلى استغلال بعض الأطراف السياسية ربما لأجندة خارجية أو حتى المؤسسة العسكرية التي طالبها كانت تجد قرصة أيضا في مثل هذه الأزمات وأنه تعتبر أنا شخصيا أعتبر الانتخابات قنبلة موقوطة إذا ما تم التعامل معها وإذا كسرت إرادة الناخب وإذا ما صارت إلى النهج غير الذي ترقق في الأطراف السياسية خصوصا أن غزواني طالما تحدث إلى الشعب الموريطاني منه بتغيير وبالدمقرطة وبالحوار وقدم الكثير من التعاهدات والالتزامات ومنها الاحترام واليوم يتغنى الكثير من أنصار حزب الإنصاف بأنه كان على مسافة متساوية مع الأطراف السياسية ينبغي أيضا أن يدرك حجم هذه المقاطر وعلى الأقل أن يعيد الانتخابات حسب وجهة النظري إذا ما توفرت الشروط القانونية الكافية ويعلق الإجراء التحقيق في مثل هذه الانتعاد التي تحدثت عنها ضيفك وتحدثت عنها أطراف سياسية كثيرة واتفقوا عليها جمبة واتفق عليها جميع الأطراف السياسية التي كانت تشارك في العملية الانتخابية على الأقل في بوتينيميت في بعض دوائر الواكشوت في تنبتقى هذه الأماكن التي تشكو من عملية ما سموه بفتح أقفال تصور أن يقوم بفتح أقفال في خارج وقت دوام تصور حتى أن يخرج شخصية منسق يحمل فقط صفة منسق لحزب الإنصاف ويعطي أوامر للجنة المستقلة لانتخابات هو ليس طرفاً فيها أن يقوم بفتح الأبواب المكاتب للناخبين حتى بعد إغلاقها بالأجل القانوني المعتمد بأي صفة يتحدث منسق حزب الإنصاف في بلاد نواكشور والنجاي عن إغلاق المكاتب أو فتحها خارج إطارها القانون وبأي صفة هذه الممارسات الفجة وهذه تجاوزات هي فعلاً تستوجب تحقيق تستوجب نظرة دقيقة من أجل فحصة العملية طيب برأيكم أستاذ يعقوب إذا لم تستجب السلطة لهذه المطالب ما هي الخطوات المتوقعة الآن مهرجانات وبيانات تنديد أم ممكن هناك خطوات أخرى عملية في إطار تبعاً القانون والسلمية نحن متمسكون بحقنا في هذه العملية ولذلك ننطلق من رؤية واضحة المسار نحترم كثيراً المسار القانوني لذلك سنتتبع المساطر القانونية سنقدم الطعون في أجالها أمام المجلس المسطوري سنقدم إن شاء الله سننظم مع حلفائنا يوم الأربعاء القادم مؤتمراً صحفياً لشرح الإختلالات وتوضيحها أمام الرأي العام لإختلالات الفنية لإختلالات الاتشابة العملية وإختلالات عدم التطابق في المحاضر ما بين المحاضر المسلمة للممثلين الأحزاب ولممثلين الرقابة وما تم الإعلان عنه من قبل اللجنة على موقعها الرسمي هذه الإختلالات وما شبه إضافة لتوذيق كل العمليات ونعد ملف مكتمل للطعن أمام المجلس الدستوري في أجاله القانونية ومع ذلك نعد كذلك ملفاً آخر مكتمل يوثق التصريحات والعمليات والموثقة أثناء العملية وما شبه كذلك مفرقات سنقدمه للبعثات الدبلوماسية وللهيئات الدولية كل هذه الإختلالات سنصاحبها كذلك بالتعديد من الاحتجاج السلمي نحن في حركة كفانا دعاة سلمية لا نتحرك من مطقة طيب يعقوب ابقى معي الآن لأنه يعقوب انتهى الوقت بس الضيف من موريتانيا مفروض أن يشارك في البداية لكن لأسباب ربما فنية تأخر محمد سلم ولد الداه النقيب الصحفين السابق وأحب بك أستاذ يعني الآن هذه النتائج التي يعترب بها السلطة وتقول أن تمثل إرادة شعبية والمعارضة تقول أنه لو مضينا فيها سنكون نحن اليوم في موريتانيا لأن أزمة سياسية ما هو المخرج بالنسبة إليك أستاذ محمد سلم أهلا 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 على هذه الاستضافة على كل حال أنا فيما يبدو أني فيكم متأخرا وما سبق لي من الحديث لا أعرف كيف كانت تجاه على كل حال الانتخابات الأخيرة جرت على كل حال بعد تشاول ما بين الأحزاب السياسية المعارضة والأغلبية وما يسمى بالأغلبية مع وزارة الداخلية واتفق الجميع على تشكيل لجنة يسميها لجنة مرطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات لكن فيما يبدو أن هذه الدجنة وجهت إليها السهام من الطرفين الطرفان يعتبران الدجنة لم تقم بما يجب أن تقوم به من حيث تدقيق النتائج وحتى من حيث اختيار وتكوين المراقبين على هذه الانتخابات وحتى الأحزاب نفسها شاركت ربما تكون شاركت بذلك لأن على الأقل في العاصمة هناك من خلال تشويلنا كمراقبين لهذه الانتخابات اكتشفنا أن الأحزاب أغلبها أو جل هذه الأحزاب ممثلة في بعض صناديق الاختراع التي زرناها على كل حال هذه النتائج فيما يبدو أنها لم تنتج توافقا لأن أغلب الذين شاركوا خاصة من أحزاب المعارضة وخاصة من أحزاب المعارضة التقليدية يشككون بالنتائج ويعتبرونها نتائج مزورة وطالبوا رئيس الحمولية بطورة إلغاء هذه الانتخابات لكن فيما يبدو رمض قرة نحو الدرجة الوطنية في فقل الانتخابات وهي الدرجة التي يخبرون سادقا أنها مشكلة من طرف الأحزاب إذن نحن في وضعية على كل حال ليست مريحة ما دامت هناك أحزاب ونحن أقول أن هذه خباقة شابهة أستاذ محمد سالم الحكومة المونتارية يحدث ساعة من خلال أن أفضلها الرسمية لن تحدث عن إعلان الدجنة الوطنية المساعدات الانتخابات وذلك أستاذ محمد سالم ولدانا منطرنا أنه هنا لأن الوقت فعلا انتهى تجاوزنا قليلا لكن سنعود خلال هذا الأسبوع وإن شاء الله المرة جاءة تكون معنا من البداية لأنه رأيك مهم لأنه يبدو أنه رأي وسط بينما كنا نسمع قبل قليل من باقي الضيوف مع كل أسف لم نتمكن من سماعه خلال أو في سياق هذا الجزء لكن الأسبوع هذا إن شاء الله ستكون معنا مرة أخرى لأنه مهم جدا أن نفهم ماذا يجري بالتفصيل وما هو المستقبل الذي تواجهه موريطانيا بعد هذه الانتخابات التي وصفها البعض بأنها مصرية ومهمة بل حتى تاريخية في توصيف البعض الآخر أشكركم جميعا ضيوفي الكرام سلطان وندلبان الصحفي من برمينجهام يعقوب أحمد المرابط رئيس حالد كافانا وكذلك أستاذ محمد سالم ولد الداه نقيب الصحفيين السابق شكرا جزيلا لكم وفاصل المشاهدين وثم نعود